وصلق بأخلاقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الجمع الطيب المبارك الكريم ممن حضروا معنا في هذه الساحة الطاهرة المشرفة ساحة جامع الشيخ التي نقل منها جثامين الشهداء الأبرار الأطهر قوافل تتل القوافل ويا إخوتنا ممن يشاهدوننا وهم على مبدأ الخير والأخوة والحق والعذل والمساواة أما أصحاب الخيانة والغدر فلا شأن لنا بهم فليبيا للأوفياء وفبراير للأصدقاء والأخيار والمجاهدين لا نقبل دخيلا علينا لا نقبل دخيلا علينا نجتمع في هذه الساعة الطيبة المباركة لنقيم صلاة الغائب على بطل من أبطال ليبيا على رجل من رجال فبراير شهد له تاريخه المجيد الكريم بنضاله وجهاده وهو يمتقي سيارات الجهاد ويمتشق سلاح الثورة ويجوب المدن أينما كان الحق ينصره وأينما كان الباطل يكون سهما في صدره وفي خصره إنه أخونا في الله الثائر المجاهد الذي نحسبه شهيدا عند الله هشام مصطفى سمير ابن مصرات البار وابن ليبيا الذي كان شعاره ليبيا ليبيا يقول أحد أصدقائه ومحبيه إن له مشروعا كبيرا يعنونه بأن ليبيا ضاعت وليس هذا من باب اليأس إنما هو من باب تحريك الهمم أن ينهض أبناؤها الشرفاء وأن يقوم رجال الثورة ونساؤها وحتى أطفالها بالواجب الذي ألقي عليهم والمسؤولية التي اعتمن عليها أن ينصروا ثورتهم وأن يحموا دولتهم وأن يقيموا المدنية في هذه الدولة وأن يحاربوا الذين يريدون أن يرجعوا حكم العسكر لا أبقاه الله بيننا أقصد بالعسكر الذين يناويون الثورة ويضربون المدن ويحطمون المباني ويقتلون الأرواع ويوتمون الأطفال أما أصحاب العسكرية الشرفاء الذين احترموا المهنة ووقفوا مع الحق فنحييهم ونكبر فيهم هذه الروح أبطال البر وأبطال الجو وأبطال البحر كيفما كان تخصصهم من كانوا على الحق المفصل هو الحق والباطل إخوتي وفبراير وأعداؤها لا غبار على ذلك يرحم الله أخانا هشام مصطفى مسمير الذي تشهد له الساحات والمعارك والجهاد ومواطن الثورة فتن مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره هذه شهادتنا في هذا البطل الذي حرم أهله وأصحابه وذوه وأهل الثورة ورفاقه وأصحابه أن يودع جثمانه الطاهر ولكن لا بأس فقد قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها عندما كان ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وأرضاهما كان يخاف من الحجاج وزبانيته وجنده أن يمثلوا بجثته فنصحته نصيحة غالية عظيمة وقالت له أثبت على الحق إن كنت تعرف أنك على الحق فاثبت عليه وإن كنت تعرف أنك على باطل فاترك هذه القضية ثم إن الشات لا يضيرها سلخها بعد ذبحها لا يضيرها سلخها بعد ذبحها رجل مات غدرا ومات غيلة وهو يريد النصحة ويريد الصلحة ويريد الخير لليبيا ولترهونة ولمصراتة ولطرابلس ولكل مدن ليبيا شرقا وغربا هذا مشروعه وهذه نيته وهذا مبدأه ولكن القوم صاروا ماكرين ولكن القوم صاروا ماكرين هذه أخلاقهم وهذه مبادئهم نحن لا نكون مثلهم ولكن نغلبهم بالحق وبالخلق الكريم فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو والد أسماء التي سمعتم قولها وجد عبد الله بن الزبير قيل له إن في القوم مثلة صاروا يمثلون بالروم وبالأعداد فقال من فعل هذا قالوا إنهم يفعلون بشهدائنا وبأهلنا ذلك ماذا قال قال أستنان بفارس والروم أستنان بفارس والروم ما تجعلهم قدوتكم أنتم على أبداكم على أخلاقكم وستنتصرون إن شاء الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هذه الوقفة الطيبة المباركة التي ندعو فيها من خالصي وأعماق قلوبنا لهذا الشهيد اللهم مغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يشاركنا الحديث في هذه الجلسة وهذه الوقفة وهذه الصلاة صلاة الغايب بعض المشايخ والأصدقاء والأحباب من أنحى ليبيا الذين نشكر حضورهم ونكبر عزيمتهم ونقدر موقفهم بارك الله فيهم جاءوا يُعزون ويُسلون ويُوسون إن كان موجودين بالترتيب الشيخ إبراهيم سالم الشيخ إبراهيم سالم في اللي حتى في الطريق الشيخ قاعدنا سوف أفضل أجزاك الله وخيضة لحوة سواء السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما جئنا في هذا الوقت إلا معزي أبو سنة أولا ثم أهالي الشريط المغضور به بإذن الله إن شاء مستمير الباطن الظاهر إبن بيبيا نصر الله يقتبال أبو أحمده ويسئل فسيحة النبي بسم أحرار ميدان الشهداء الطرابس الله أكبر ورسولة الجميعا أهالي مصراتة عامة وأهل الشهد الشهد بإذن الله وما نقول إلا ويُبترقنا إنا للله وإنها إلى الرجل ومن هذه الدنيا بلا متاع نصر الله لقبل جميع شهدائنا ويمسون العظم للقوم الطراب والدراب الذين عطلت في رغم المسابق وهذه الوحاة والنسل وما ذلك القوم الكافرين منهم ملعين وهذه بيسر أخبات الإسلام ولا أخبات حتى كفار فريش من الروح نصيحة نصيحة لكل أهل ترهون عليهم أن يزجعوا للحق ولا يتمادوا في في السير وراء البطر وراء وراء الطريان وما ذلك على الحق وما ذلك على العالم لا يقول وإذا كان هم يحسبوا رحمنا فنكلموا بالعالمين يحسبوا رحمنا إذا كان كذبه الشام وغضبه به يحسبوا إنه إذا مصراته الرجال تموا وإذا الرجال يتموا وإذا فقراء يتموا لا وعي ثلاث والله العظيم هشار حيثمع بعد ألف هشار الله هشار الشيخ محمد العريق جايمن تراب السطري بيصر ذلكصة هو أقرب واحد فبراير باقية فبراير باقية وأهل الحق باقون والله اللي يشوفوا فيه العيل الصغير اللي توجه عمره ستة سنين وسبعة سنين إذا كان احنا ما مكنناش الله عز وجل من النصر في وقت الحالي هذا النصر بإذن الله لا محال والله عز وجل لا يمكن نصر الباطل أحيانا أنه لا يتأخر النصر ولكن والله العهدون والله في رحم أمة في رحم أمة الآن والله والله حيطلع لهم بعد 20 سنة والله أهل الحق والله لن يرجعوا والله أكبر والله 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 الله والله 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 أحيانا والله 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 كان دائما ونحن نشهد بذلك والنبت لانتباع أنه هذا الرجل له شخصية مريزة كانت الحرب فارسا لا يشق له المبار وهذا بالتأكيد امتداد لأجدادنا وأبائنا والمجاهدين الذين يعيشون معنا الآن إنه امتداد لحركة الجهاد وفي نفس الوقت أريد أن أتحدث بصري أهل الصحة قطاع الصحة في مصرات وفي ليبيا بالكامل كنا نعمل مع بعضنا في مشاريع تخدم ذائما مصلحة الوطن والمواقع فكان سبحان الله يرفق ويقصر بين عمل الميدانين وشهاد بسبب الله ونصرة حق وذائما كان يعمل بالتجنب بلايه ليبيا في شدة المناحي ويريد أن أقصص قطاع الصحة دعم الكثير من البشرية في مدينة مصرات وفي ليبيا كانوا دائما يضمحوا لأن يكون قطاع الصحة في مصراته وفي ليبيا من أفضل ما يكون ويقال المتطورات في هذا المجال لمقواما عن دعم جميع المؤسسات صحية مهلا كان شكلها وحجمها ومهلا كان السرور فيها كان هدفه دائما الروتين بلطاع الصحة فأسأل الله تعالى أن يكون مقابله ومقاله وقلنا نشهد أمام الله والله الثلاث الشاهدين أنه كان دائما همر عن البلاد وعلى الشعب يريد دائما الخير ويريد أن تذهب بلادنا بلادنا الأفضل فأسأل الله أن يجبعنا دائما دائما في مقاطع سنة العيد الملكي مقدر وأسأل الله أن يخطع مقصنا وزيادة وبارك الله بكل ما عبر من جديرة ومن خارج جديرة وشعر معنا هذا الشرور الطيب وأسأل الله بهذه الدناء الدكية الطاهرة التي نزفت منه أن يقبلها كل الدين وأن يجبعنا بالحسنان وأن يجبعنا فيه مجلات النعيم وأن يوضع هذا الدول الهبر أسأل الله أن تكون هذا مقاطع الزاكية من المعروف لكل شهداء إيبيا شهداء مصادة أسأل الله أن يكون سببا أن يكون هذا سببا في تدهير إيبيا من المجاهد المعتدين والطالمين أسأل الله أنه طيبا عجل غير أجل المصر والتركين لجهدية الله تستطيعهم عن حق أمين الله تقول وكذبا أمين 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 ونسجد الله ونسجد الله محمد وآخر معيانا لكذب الله رب العالمين أمين 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 الله أكبر 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 الله أك الله اكبر الله اكبر الله اكبر فهيذا منون الصصوف لقهر التحايل الاستداد والقهر الله اكبر الله اكبر والمجل شعبي غضيم والخزن واللعنة على المرتدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فالقلوب لشهداننا نزلا في جنات بها ما قضر على قلب مصر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وشك الله جرحانا الله أكبر وشك الله جرحانا وقد الله إن كان بهم قد غضر الله أكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فأي العرض ليلا والهار وتعجيل الراحة حتى تحقيق النظر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فتحية لكم يا معسى العظماء اقبيوها من حكم محب لكم ولكن منقص صراه وقصنا لمعينة الله اكبر اخوتي ايها الجمع الكريم برك الله فيكم جميعا نصلوا صلاة الغايب ثم نصر الكلمات ان شاء الله تخفيف نهاية الناس لمочеقتصر الناس يصابرا لكم شوية الناس يقول مقتصر. اقول الناس يصبروا شوي. الله احبار. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله والسلام والسلام والسلام. حقيقة حقيقة هذه الوصفة من طرابس لا بشيء. لا حزم. إلا ليبين. باية. 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 وعنها. حجم. الالم والمصاب الذي اهم المقام لا يسعى بكثير كلمات من هو الطائب هشام السليق. ولكن هذا الرجل كان له طموح وكان له العديد والعديد والعديد من الاعمال الخيرية. كان رجل غابر لا يعبه الكثير حقيقة. ولكن كان جل عمله بسر. كثير من العاليات التي افتقدت هشام السليق رحمة الله عليه. ولكن احببت ان ابين قصة استشهاده رحمة الله عليه. ونحن كما يعرف الجميع من اقرب الناس ايه? في الاعمال سواء السليسية او ايطالية او ما اذا تهل. نحن فقدنا جبلت. شهر. ولكن هشام رحمة الله عليه. الكل جائر. ونحن نتحكم بصمعها. والله لانا خوفا وتلاحيا. ولا نخوف بتاهم الواحدة نحن. واللي جيسي التعمل الى وضعنا في الولينا. ايه الحقيقة حين كنا في الحرب العام الماضي. صلى اللي فاتر. للاس واضح الحشم. هذي الوقت احنا يكون في حرب من اجل ليبيا. لا من اجل مناصر ولا مكاسب. كان الدولار التسعة دينار ولا بربعة دينار. وكل يعرف هذا الامر. الله واتبه شام رحمة الله عليه. كان معهم فريق فريق من المفاعية. اوية وهو لا واملية ذلك. ولكن خدرة هذا الرجل الذي اعطاه طالع من هذا المجاج كانت فوق الجميع. وذلك فرض الله. الرجل حينما تكون معي عنه لا تعرف. ولكن اذا ما خلقته احببته. احببته. رغما عن عنفك سوى تحجه. حينما ازمع علي هؤلاء المدفعية احبه الرجل. ويتباصلون معه. كانوا يعطونه يعطونه والتمنى لهذه الكلمة. في الاحداث ليها. والكثير من جماعة ما يعرفون هذا الامر والاخر. كانوا يعطونهم بالاحداثيات. هذا الفريق. الذي كانت بماضي مع نشام. اصبح يقضي في القائد نشام رحمة الله عليه. يقضي في مالة بالاحداثيات. فكانت احداث نشام دقيقة جدا. وهذا السبب الذي جعل تلك الشدمة الفاسرة الفاشرة التي تقضي امانة المستشفى لانهم يعلمون ان اولئك المجمين قتلوا بفواليك الجراز التي قد قضى هشام ومن معه. الله 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 كانوا قولوا يحدثي. يوم كان راجعا وكانوا يتواصلون معه. قال محطر هشام رحمة الله عبارة عيام قتل احد الاسخاص ولا اذا ما تكون اسمه من احد الاسخاص ولا يوجد. قتل يا ابن اذا ما اظهر لهم في درهنة. ثم بعد ذلك في اليوم الذي قتل فيه هشام وكانت رسوله معه واصحابه واحبابه الذين كانوا مع فبراير ومع الدولة المدينية وضد حسكر الدولة وضد بكرامة في درهنة. وهم قلنا جدا عن الاسخاص. يعني تعودهم على اصدق. في ذاك اليوم كانت المصادف حينما رجعا هشام واتت له. واتت له المكالمة الرجل الذي كان معهم في السيارة وفي ادراسة العشاب كان يجب ان يعطيه الاحداثيات. وهنا كان الرجل. هنا كان الرجل. قتل ايشان رحمة الله يعني. وقتل ذاك الرجل. كذلك رحمة الله يعني. الذي كانوا يجب ايشان الاحداثيات. وفي اليوم افتال قتل الرجل الرافح. اربع اصباح قتلوا فاجلاد الامر. ولكن وسيط هشام السمير رحمة الله عليه. وجمالاته يسمعونني. الان. هشام السمير كان حينما لم يتحصل على اي انوال من الدولة. لكن ما جوالات الحاضر. كان الكل يحارف هشام السمير. لأما هشام السمير لم يستطر احد ان يسر هشام السمير لمالك. لم يستطر احد ان يسر هشام سمير على شيء. كان يدافع بنفسه. هشام السمير لديه طفل. لم يتجاوز الامان كان هذا الطفل حينما يجع ابوه لا يعرف ابوه. لان يجع ابوه الشهر والشهرين. الوحيد. الذي استمر بحثة من اربع شهر في العالم ومع المجهة الى بيوتنا وانى اولادنا وزوجاتنا. الرجل كان صامتا. الرجل حينما هشه رعاها الصامتش. اتوا له هشام السمير في الجحفة. وان كان في الحاضرين اي شخص يعادف هذا الكلام في اليوم الحاضرين. حينما هجر اهل طريقاته الى هشام السمير في الجحفة. حينما هجر المداخل الملاعين على صقراته دعم هشام سمير دوا صقراته. حينما هجر المداخل الملاعين على دولان الرجل كان هشام السمير دعم ثلاث طلاث سمير هشام السمير. سجينا هشام السمير ضمنا نعم. والان عبد الله عما خلق. نحن مواليد اربعة اربعة. لان يمكن ان يتكلم في الماوي. ولكن الرجل لم يقرأي حقه. الرجل ظلم. ظلم آله ومن ناسه. الرجل كان لديه مشروع قيام دولة. مدنية. الرجل كان يريد مجيء يا اهد الفراير ان تحكموا البيانة. كانت له ما قولها مشروع ان يقول بها. يا اخي يقول يا يقول يا سببوز محبوب البلاد المعينة مع الفراير. نحن يا الفراير ان يحكموا البيانة بعد. هذه هي حقيقة هشام السمير التي الكثير والكثيرة ينظر وهذا حقيقة ما حدث. هشام السمير كان يأكه انسان عند الذن الفاسق محمد الكامل عاش اسمه. كان له يحب هشام سريع. لماذا لانه الظلم احضر هكذا. نقوله بصراحة. والكل يعرف هذا الكلام. مستحرية حين ما اتبعت راح بالمداخلات التلفزيون. وقاله هشام كان يريد ان يذهب يا اخي يجبون اسم تاني صديقيني. بس ما يجعل اسم هذا والله ان سبع مستحيدات. ان هشام يتجل الترهونة وضمن يجز معاه الترهونة. وان كان من هذا الكلام هو عنده شيء اصلا من اساس. الرجل كان مقاتل كان له له حلم سياسي من هذا البلاد. كان حينما يذهب انه وهو ويضع معاه الاخرين في طريق الساحلي يقوم بلاي لنظر للطريق الساحلي. بره تكسير وفراز. ليش? يسلموا فطولهم. فهي يسلموا واعطوا لنظر جوية. كان يقول هذه الكلمات. ولكن سوف تستمرونه لله لأيام القادمة او تجاهدون فيها وثالثة من هو هشام سريق وماذا اسرق ليبيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلوا بوصل رحمته وعظمه مغفراته. وان يقتلوا عندهم من الشرداء في ايديين. وان يتقبلوا من الشرداء. اصمحوا لي على الاطار السلام عليكم الله ورحمة الله ورحمة الله وبركة الله الشيء محمد عليه على هذه الشهادة. اصطفوا الصلاة. ونكمل الكلمات اللي يرغب في الاستماع. فاحنا نرحب بكل الضيوف وكل الحاضرين. ونسأل الله ان يكتب الازر والثواب كامل للجمع. استووا واعتدلوا. صلاة الغايل على الشهيد بإذن الله حشام مصطفى مسمير. اللهم ارفع له وارحمه وعافه وعاف عنه واكتبه في الصالحين والشهداء المرضيين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم تنبهين يا أخوة تنبهين أولا أخوه صلاح نسى الله نعوضه في خير متكفل بالديون إن كان حد لحق بإثبتات رسمية أخوه صلاح والثاني يقولون لكم عزاكم مقبول تخفيفا عليكم وعلى كل الضيوف قذاء عزاكم مقبول ادعوا الصلاح إن شاء الله يقبلها ربي يكون شفيعا ليه وهو شفيع لنا إن شاء الله جميعا وما فيش عزا لا هنا ولا في البيت هذه وصية وأمانة الحاجة الطاهر عندك نبه لأقرباء الشهيد وإن شاء البطل في شام وزينا عزينا هو علينا كلنا وزينا هم علينا كلنا عزينا ربينا كلية هذا نصر غير عمر يا والله الشيخ طاهر الشريف أبو شهيد أو أكثر ممكن وضيف عن مسلاته وواحد منها فضل بسم الله المحمد الرحيم أقرب أنا يا حزي وبهينا الشعير وصلا الله على سينا ومدونا والشيخ أنا مسام عبود لحل لحل ما كداش يقول كلمة لأنه بوه في جبل ستجلوا بسم الله يا أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ويقول يعيثها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية أدخلي في عبادي وادخلي جميلة نقف اليوم بكل إجلال وبكل احترام في تحفير الشهيد البطل الخارس المقوى الذي لا يشق له غبار الشهيد